بسم الله الرحمن الرحيم ومتقنة أن تكون متابعاً في المصحف أيضاً أن تركز عند النطق إذا نطقت لك الآية أن يكون هناك تركيز شديد من كيفية النطق وكيفية ظهار الحركات والحروف أيضاً عند التطبيق لا تستعجل في التلاوة فتضيع بعض الحركات أو الحروف كذلك تنتبه لعلامات التي درستها وذكرناها مراراً هذه علامة السكون وهي علامة للحرف المظهر أي توضح الحرف وتظهره وهذه علامة الألف قد تجدها ألف صغيرة بعد الحروف دلالة على المد الألف وأيضاً هذه علامة الحرف الممدود تجدها فوق الألف أو الوا أو الياء تليل أنك تقول آ أو تقول أو أو إي تمد أيضاً تنتبه تعطي الميمة المشددة كما درست والنون المشددة حقهما من الغنة ثم إن وهذه تأتي مع القراءة بتأني أيضاً انتبه لعلامة حكم الإقلاب ستجد ميماً فوق النون أو ميماً عند إحدى حركات التنوين هذا دليل على قلب النون أو التنوين إلى ميم أيضاً عند القراءة عدم الاستعجال فإذا وجدت هذه العلامة علامة الآية تقرأ ثم تأتي نهاية الآية تقف هنا ثم تأخذ نفس ثم تقرأ بالآية التي بعدها أيضاً انتبه لهذه العلامات صلا قلا جيم هذه علامات الوقف فالأفضل أن تقف عندها ثم تأخذ نفس ثم تصل بما بعدها الآن نبدأ نأخذ بعض الكلمات نتدرب عليها لاحظوا الآن غير ذي عيوج هذه يا كيف عرفنا أنها يا قبلها كسرة ذي غير ذي عيوج غير ذي عيوج غير ذي عيوج لاحظوا الآن سلاماً لرجل الآن لاحظت سالة هذه فتحة وفتحة سالة هذه تنوين بعد هلام وختموها أنها إضغام نعم بدون غنة فهنا التنوين لا ينطق تنطق مين بعد هلام سلاماً لرجل سلاماً لرجل ورجلاً سلاماً لرجل سلاماً لرجل الصفحة التي بعدها لاحظوا الآن لدينا كلمتان هذه كلمة وهذه كلمة ما الفرق بينهما نعم الشدة كذبا 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 أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق كذب على الله وكذبا الشدة فرق هنا كذب على الله وكذبا لاحظوا هذه كررناها مرارا منتبه للسكون إذ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء إذ لاحظوا هذه الكلمة ليكفر ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ليكفر لاحظوا هذا الحكم ننساكل بعدها نعم إذ غام بغنى ومن يضلل الله ومن يضلل الله ومن يضلل الله لاحظوا هذه اللام مضمومة لا تفتحها لا يقولن الله لا يقولن الله لاحظوا هذه الياء ماذا عليها؟ فتحة فكيف تنطقها؟ أرادني أنه المكسورة ني أرادني إن أرادني الله بضر وهنا موجودة أيضا أو أرادني كيف تنطقها؟ بدون فتحة إذن هذه مفتوحة أرادني وهنا أو أرادني برحمة إذن هنا مد؟ أرادني تمد اليا وهنا تحرك اليا أرادني أرادني إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة لاحظوا الآن فتحة ثم فتحة ثم الحاء مكسورة ويحل ويحل عليه عذاب مقيم ويحل صفحة التي بعدها من ساكن بعدها الضاد أحسنت من حروف الإخفاء الضاد فتخفي النون ومن ضل ومن ضل لا تقل ومن ومن ضل هكذا تنطقها ومن ضل لاحظوا الآن الأنفس الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها الأنفس لاحظوا هذه الكلمة وإذا ذكر الله وحده شمأزت إشمأزت وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إشمأزت لف لفتدوا 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 به لف هذه السكون لفتدوا به لاحظوا هذه الكلمة كيف فإذا مس الإنسان الإنسان ضر فإذا مس الإنسان ضر دعانا ضر دعانا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ضر ثم إذا خولناه نعمة خولناه خولناه هذه الواو مشددة مفتوحة بعدها لا منساكنة بعدها نون بعدها ألف خولناه تنوين بعد الواو نعم إدغام بغنة فتنة ولكن فتنة ولكن بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون لاحظوا الآن النون ساكنة بعدها الياء الياء حروف نعم الإدغام بغنة إذا لاحظوا الآن الواو والياء بقي ماذا النون والميم ينمو ينمو فتنطقها هكذا لمن يشاء لمن يشاء لمن يشاء ويقدر الآن نطبق على هذا المقطع الأخير تبعوا الآن ركز معي وكرر أيضا معي ما سأقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة من نا قال قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر